اللهم صالح و السلام و مبارك على سيدنا محمد و السلام و مرحبا بكم اليوم باش نحضر مع بعضنا التحلية مش انا حذرتها انا اليوم خدمت مصورة رحمة اليوم هي اللي بشتحذر التحلية هذية كما تشوفوا عندها كمية مل فريز قطعتها وضافت عليها مغرفة سكر و شوية ماء زهر و عطر شية بطبيعة تعملوا المتوفر عندكم وبعدك خليتها على الجنب وبعدك باش تكمل باقي المراحل اليوم نحبكم تشجعوا رحمة على الفيديو هذي باش تولي ديما تدخل معايا للكوجينة وتعمل معايا الحاجات في شارسي دي رمضان حبيت نرحب بمشتركيني الجدد اللي هما جونود الخفاء منعرف عليهم حتى شين يشتركوا و يحطوا لي لايك و كهو حسيلو كملتنا حاطينا حاطة الفريز على الجنب تبا باش ترحي ذي كالبسكويت بتبع انتما تعملوا اي نوع متاع بسكويت متوفر عندكم هي اخذت بسكويت سيدة اليومة باش ترحي ارتب مع انتما مش ارتب على الاخر اما باش ترحي ما عندكش الرحايا هذية تعملوا في السشي ولا فيش كارا وتعملوا بالقلقال يترحى كي ما تشوفوا اللي هنا هكاية هذي الباكو كامل على خطر الصحيفات اللي عندي اكبار شوية حقيقة التصوير يدوخ موش يدوخ ما عرفتش كيفيش قاتلي متظهرنيش و ما عرفش كمنين من اما ببوزيسيون باش نخاف بهي كاملة رحات اذيك البيسكويت حاطته في الصحفة باش اضيف عليه شوية زبدة ضوبة مغرفتين زي مارجارين وضافتهم على هذيك البيسكويت باش تحرك حتى يترمل هذيك البيسكويت اه كما تشوفوا لانا هكا انا مرة نصور علي مين مرة نصور علي اصالوا هو حصي له التصوير مطعب هااا اه اطلع واضح من الخدمة بتاع الفيديو حصل اه 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 هذي هكا توا البيسكويت كما تشوفوا لانا بش نخليه عالجنب ونجيبوا الكوي سيتم تيانا ونحطوهم ونبدوه نحطو في الطبقات اه مازلت المرحلة الثالثة كما تشوفوا هنا هذي هكا توا الاول طبقة مش تعمله هي البيسكويت صراحة مانيش راضي على تصوير على تصوير الفيديو طوما بعدي كالقودين تركحش تصويرها شوية التليفون من غير رينج لايت ما يسر يتحرك اكا وحطت التفقى لولا امتاع البيسكوي اما قلت برا خليني مع انتا ما خلي لهيش تعبها يزيعكي كماني نحاول ان نضع الماء في الفيديو حتى البيسكوي لا يتبالي ويقعد انه مقرمش كما ترى هنا ومتولا هنا تحضر كريم باتسير اخذيت بذوق الفيديو كما تعرفوا احنا احطيت كريم باتسير بذوق الفيديو نصف اتراح ليب باكو كريم باتسير وضافت عليهم 4 مغارف سكر نطيبوهم على الغاز ونرجو مرة اخرى نقول لكم شكرا على تعليقاتكم وعلى تشجيعاتكم واللي بتبعه متابعيني القدم ومتابعيني الجدد مرحبا بكم ان شاء الله تعجبكم قناتي ويعجبكم محتوية اه وهذه هكا توا ذافة السكر وقعدها تتحرك حتى تتمع الجاز يغلي وتبقبق الكريمة سيء نحطها نجيو لهنا نرجعوا للكويسات انظيفوا طبقة الكريمة ملفوق يعني عملنا طبقة بسكوي تبقى فريس وتوا طبقة الكريمة كما تشوفوا هكا وكما موضح اه جربوها التحرية صدقوني روعة اه تنفعكم في السهرية وإلا في السحور راهي بنينة جيت على الاخر مهيشة قوية وفي نفس الوقت مشبعة اه كما تعرفوا توا موسم الفريس هوف ده يرخص شوية في السوق نجموا يعني نشريه حتى ارطل نعملو به التحلية امتعنا بتبع انتما حسب افراد العائلة وحبيت اه ان اه اه نعرج على حاجة حبيت بصراحة نسهل اه متابعيني منين تتبعوا فيه اذا ما اذا تسمحوا يعني اذا تسمحوا تكتبولي اه كل واحدة منين يتبع فيه من اما ويلاي نحب نحب متابعيني لكل يكتبولي من اما ويلاي افراد انهم يعني اللي من الدول الشقيقة يتبعوا فيه حبيت اللي يتبعوا فيه من تونس حبيت نعرف من اما ويلاي هم يتبعوا فيه اذا كتبولي دول هذي كومنتين المهم اللي هنا هذي هكا طبقة الكريمة ومن بعديك باش نضيفه فوق منها طبقة البسكويت ومن بعد طبقة الفريز اللي متبقية زي انها بكعيبة فريز من الفوق اولا هنا نقولكم شيه طيبة اذا تتفرجوا في الفيديو قبل شقان الفتر وإلا صحة فطوركم اذا تفرجوا في الفيديو بعد شقان الفتر واذا تحبوا على وصفة الوريو التحليه بالوريو خليتها المار اللي فاتت وخليكم في صندوق الوصف عندي برشة تحليات رمضانية نخليكم الروابط متاحة في صندوق الوصف ووصفة الجريوش ووصفة يعني تحليات رمضانية لهنا هذي هكا طبقة كملة البسكويت طبقة باش تحط الفريز من الفوق ومن شاء الله يعجبكم الفيديو متاع اليوم ما تنسوا هاش فيه لايك على خاطر التعب متاحة باش تتفلي ديما تصور معايا كاديما تعمل لي يعني الوصفة تعاوني في الكوجين اقولوا احنا واستنوني في فيديو جديد ووصفة جديدة وباي باي وبسلامة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة